متابعين بودي وزينا في كل مكان أهلا وسهلا بكم في فيديو اليوم أهلا وسهلا فيكم اليوم عامليكم كوم بير أكلة تركية رائعة بس كد حدا على طريقته كيف يعني؟ يعني أنا بعمل الطيبة وأنت بتلديل مرحبا نرى من يبدأ للأداء الثاني المتابعين هي إبارة كلات ما نعرفها بطاطا مع كتير مكونات ممكن نختارها بس هي المكونات أو هي الطريقة إنه شغلة كتير سهلة وبسيطة أنا في عندي وجهة نظر أنه هيك أكلة الواحد يعملها بالبيت غالبا مع أهل البيت صح مضورة تسلم الريع لدائما الأم أو الأب هي قطعة أكتر مع المشاركة يعني كل واحد يسلم حبة البطاطا يضع الزبدة والجبنة ويبدأ إضافة مكونات خاصة فيه هلا نشوف إضافاتك يا معلم هم هلا بتشوفي هلا نحن حاطين البطاطا بالفرن ورح نطالعها غلفناها هلا حتشوف شلون غل فينا بالتركي؟ بالتركي شو؟ هادي قدلم هادي قدلم الله تشوف كزال ماضم يعني كبير كبير لكر طيب يلا الله بصلا لأمر عفك شبك بالي أنت انحرقت لا هلا منطالعها من الفرن بعد ما نحن غلفناها بأصدير وورق زبدة تماما حطيناها هون ما أخدت وقت كتير لأنه سالقينا نحناش قبل شوية نص صلقة نحن سالقينا نص صلقة وبعد غلفناها بورق زبدة وفوق الأصدير تماما وبدأ ربع ساعة ربع ساعة حطيناها يمكن مئتين وخمسين درجة اي مئتين وخمسين ربع ساعة ربع ساعة فهلا جاهزة رحطوا عندي وانتي بتاخدي حبة شايفين؟ بعده بعده عنده خطة تفضلي شهدته؟ عطيني حبة بطاطاة أنا بعطيك شكرا ووحدة لقليك قطنتين يعيني على الدلال مثلك أنا باخدك كله وبدلك عندي معنا كنتي حطه وعمل نفس الشي يعني لحالي معناش اخرب الدفتة بعك وما يصلوا شيء الدفتة بعك رجع على الفرن ولا حطه رجع على الفرن طيب ننشلحون اول شي لا تشلحوا بيش لحلو هاي ورق الزبدة وهي القصدير ايش هم طلبيني بتقلديني اش لو مش اللحة ؟ من يقول لا القصة انت تركها بهذه فتوca لانه سخنة تستطاها بسك ار Foz طيب يلا لانه سخنة كبير اللي ما يحلاءكر كيدك انحطها هيك سخنة تشايف انت انا هلا بعد ما هرسناهن او قبل ما نهرسن يعني نحنا مع سنان حطيناهن هن هلا حنضيف كل واحد بقى مكوين من هون نحن نبالشين الاختلاف والاخناء انا رححط الجبنة شو بدي احكي حاخد جبنة تشيدر مع الزبدة ولكن انا ما حعمل الزبدة العادية انا بجيب زبدة بحط لها اعشاب وملح وتوم فبصير زبدة الاعشاب ناخد منها معلقة ومنحطها انا رح احط زبدة عادية ورح اعملكونيها كلاسيك تعرفوا ليش لانه البايزيك والبون كلاسيك بتقدروا تشكلوا اكتر بالطعمات والمكات بدينا ملاحظة انا فده انه هذا الاكل بعيد كل البعد عن الاكل الصحي فاللي متبع اكل صحي وبودي ذا فودي قصصي كلاتا ما يتابع الحلقة انسوا ولا تشيروا الحلقة لا بعد ما حطينا الجبنة والزبدة زينا مبلشوا نخلطهم مع بعض ونهرس زبدة وجبنة وبطاطا تماما ولعزم هي وسخنة البطاطا انا بدي حت ملاح كمان شوي اي انا ملحة موجود بالزبدة اه ونخلطهم مع بعض لحد ما تدوب الجبنة وحتدوب لانه البطاطا سخنة فهي حت سياحة تماما تماما امام اكملي هارس بلها فافة كملي اللمسة الانسوية هون اللي مبتلاقوا هين هون اللمسة الذكورية اللي مبتلاقوا هون ما نحنا قالبنا مالة من اللمسة الذكورية شاكلي رحبلش دافع الحقوق الذكر انا بعد هاي الحلقة انتو شو رأيتون شاف ولا شافة ملاحظة نحط لها الحلقة يعني خياني هاي دي عم بتدوي قبل ما انها دا انا عملت لها مساج حبيت هيك احسن مشوكي تلات كتير كيوت حاول 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 عملت كل محاولاتك انا محاولاتك دافودي نعم زينك عملت كل محاولاتك كلها تصير كل حب رح استثمره بهاي لك يلا لنشوف يلا بعد ما خلطنا المكونات لحطها بالصحن تبعنا بس انا مو تبع شوكي ومعلقة انا تبع بحط هيك بحب الملاحظة انا احنا خلينا القشرة لحطها هيك لذكورية تعطي الشكل تعطي شكل حلو مثل ما بيعملوا بالمحلال وهلا بعد ما بديناها تيجي المومت أوف تروث رح نحط كمان المكونات الخاصة فينا تمام نتكل على الله ما تنقل ما تنقلوا بنتي انا رح احط لبن مع شبات انا رح بلش بالزيتون تحت انا بحب طعمته مع البطاطا يكون قريب منها بعدين فوق منه بخلن انا رح شكل زيتون رح حط زيتون ما شوي و رح احط مجففة حتشتغلي بحب يعني وبيديك كمان بشتغل بيدي ما في داعي للمعلقة رح انا مرتدالة اه انا رح اتسجق و رح انا كمان استجق عم بيقلدني قلدك لش مين قلد هون للسجقات حرقتون احكي مين حرقون حرقتون ماشي حرقتون موافق بعدين رح احط درة فوق منه لانا حلو لون الاصفر مع الاحمر انا رح احط الفصولي الحمرة و رح احط فصولي الخضرة درة يا سلام يا سلام و في مرتدالة نوع تاني يحط منه كمان هادا هادا حاد مو ايه هاي مرتدالة حارة رحط هيك فوق منه انا اكتفعت بالسجق بس رح احط اشياء صحية اشياء صحية بصل اخضر مقطع انا رح احط بقدونس رح احط فجلات مع البقدونس بصل اخضر انا حلو لون الاخضر هيك فوق حبيت هاي حبيت هاي الدخلة بعدين تباية التقليد حلق بينو رشة سمسوم رشة حب قصدي رشة حب قصدي رشة حبة البركة بعدين هيك واحدة تنتين تلاتة ثلاثة اربعة هالبينو وهلا بيجي اللمسة الاخيرة واللي هي انا اخترت يكون صوس المايونيز مع البازيلكوم و انا اخترت صوس المايونيز مع الموته اصدر اصدر خرد ايا شكرا لانه قلتنوا شو اصدي ايه لانه ماكل الناس بهون لانتا عايشين ايه صحا و بعدين رح احط كمان شوية شطة انا رح ااخد بستكة رح ااخد هاي شبط رح ااخد شبط حطه على الورش هو استعمل السيراتشة انا رح استعمل الفلفل الحد الفرش و انا اخر شي و انا اخدتك بركة و خاصة بسي انا محط يقول على زيته عكر غير انه تبعي اكبر و مليانة اكتر و بتعبي العين بتحسي في هيك تناسق الوان ما شاء الله حبيت بس احكي شغلي حبيت لون الفجل عندك انا بحكي زلمي بحكي ضميري فن فن لسه طبعا الفن و هلا بدنا ندوق الفن اللي عملنا يا لانجا بسم الله انا مرحبا طعمت الزبدة تحت و الاعشاء السيارة ربي الممممممممم بمكتت لانه هلا فينا مو هتلا اخذ لك ياها حبيت طعمة الخردة اللي بالمايونيز. طيبة. بحديك هاي. شكرا عندي. حبيت رح حطه هون. وانتي بما انه شفت عندي هالبينو كتير رح عطيكي واحدة في عليها حبة بركة والسوس طبعي. خليدي فنكحة مميزة كمان عندك. حلو البازيلكوم مع الهالبينو. هاي كانت طريقة بودي. وهاي طريقة زينا. ان شاء الله تكون عجبتكن الطريقتين. وستمتعتوا معنا بهالفيديو. واكيد هلأ عرفتوا انه طريقة اطيب وانه طريقة. اجمل وقلطف. فيه تاتش اه انسوي. ادسم واكبر. فيه تاتش رجولي. فيه فن. فيه حب. فيه عطاء. كتبونا بالتعليقات شفية. كان معكم بودي. وزينا. شوفكم الفيديو القادم. ان شاء الله تبعونا. ناناك.